موسيقى خذها قاعدة السلام الداخلي في ضبط الذبذبات العالم ذبذبات مترابط مع بعضه بالذبذبات الشبيهة ومترابط مع بعضه بالشبيه والعالم اليوم بدأ يتسارع في اتجاهين الملحمة وأتلانتس لكن أيضا بقية الخيارات كلها موجودة ارجع لنظريتي في الموجة تجدها في القناة كيف انها تزايدا ونزولا يعني كلما كبرت إلى فوق وزاها موجة تحت طبعا أيضا بين فوق وتحت في خيارات كثيرة فيه في الوسط يعني بالقرب من فوق فيه بالقرب من تحت فهي موجة كاملة تتواجد تزايدا ونزولا بحسب العصور والأوقات وهي مستمرة تنزل ومستمرة تصعد وهكذا لكن هي دائما كلما زادت إلى فوق كلما أيضا نزلت إلى تحت دائما عندها موازي لأنها ما تحافظ على قوتها إلا بهذه الطريقة يعني لو اعتبرت أن العالم بطاقتها ما ممكن يتزايد فيه الخير لما يدفع الشر ما ممكن يتزايد فيه الشر لما يدفع الخير ما ممكن تزايد الطاقة الذكورية لما الأنوثية ما ممكن الأنوثية إلا فهو بهذه الطريقة هو يولد طاقة عالية شي يدفع شي فيتزايد الشيئين بدون كذا يصبح متوازن يعني لو ما في شر بتاتا ما في خير بتاتا أو لو ما في خير بتاتا ما في شر بتاتا أو لو ما في كراهية ما في محبة فممكن يكون عالم مستقيم طبعا العالم ما مر بهذه المرحلة يكون شوي الموجة مرتفعة يعني بعدين لا مرتفعة أكثر بعدين مرتفعة أكثر وهكذا لكن إحنا اليوم بدأت هذه الموجة تعلو فصارت عالية جدا وبالتالي هي أيضا كذلك نازلة جدا فانتبه أنت تختار موقعك يعني تبي أنت في الموجة اللي فوق ولا تبيها في الموجة اللي تحت الصراعات داخل الأسر الحاكمة ودخول الشعوب فيها الصراعات بين بارونات السياسة والأحزاب السياسية ودخول البسطاء فيها صراعات الجماعات الدينية على الحكم باسم خلافة أو شريعة إلى آخره وجر موجات من البشر المتأنبين والخائفين والمضطربين فيها كلها ذبذبات في الاتجاه النازل شوفوا بصراحة الصراع مو صراعك لا تتدخل فيه التزم المراقبة في الصراعات لكن لا تلتزم الوقوف الوقوف أيضا مضر حدد موجتك يعني هل أنت تريد أن تكون في أعلى الموجة أولا تريد أن تكون في أدنى الموجة كل واحدة فيها فوائد ومضار وكذا بس أنت حدد موجتك تحرك بالاتجاه لو كنت في وسط غابة وقام شخص يعني متعمد بإشعال النيران وساعده آخرون من الناس يعني وتحارب معه آخرين يعني مشغولين فيه ناس يصدونه وناس يحربونه وناس يساعدونه هو يشعل وأشعل النيران النار مستمرة طول ما هم مشغولين في بعض النار مستمرة لكن أنت أيضا لو توقفت في مكانك وفي بيتك فسوف تطالك النيران لازم أنت أيضا تتحرك يأما تحمي بيتك يأما تصد عنه النيران يأما تغادر هذه القرية قبل ما تأتيك النيران تحرك وقبل أن تتحرك وفر خطة باء كل هؤلاء الذين ترى صراعاتهم وفروا مخطط باء هل أنت وفر ذلك لو كنت في مسار الملحمة وفر المخططات البديلة يعني لو كنت أنت واقع في وسط مسار الملحمة خل عندك مخططات بديلة كيف تحمي نفسك كيف تحمي البروتكشن كيف إلى آخره وأنا حطيتها في كتاب على بواب الملحمة للذين هم في مسار الملحمة لو كنت في مسار أتلانتس السؤال هو هل وفرت خطة ألف أصلا مخطط ألف يعني ذبذبات عالية محافظة محصنة بالحب والسلام وتجنب الصراعات والاطرابات المعرفة والتركيز على المفيد والنافع والسلام والمحبة والسعادة والبهجة والتطور مخطط باء يعني لو اضطربت المنطقة فهل وفرت المخطط البديل لو اضطربت البلد لو استمر الحكام في صراعات وضغوط فلهذه الصراعات ارتدادات فما هو مخططك تعرف شنو معنى ارتدادات خلني أشرحها لك لأنها مهمة جدا وربما نجعلها هدية الستين ألف يعني نسويها برنامج المخطط ألف والمخطط باء المخترح انت تبدأ تعدل وتضبط عليه بحسب ما ينسجم معك ارتدادات الطاقة تعني أن لكل طاقة مرتفعة ارتداد يعني بركان يتسبب في زلزال عاصفة تتسبب في موج أي صراع له ارتداد أي طاقة مرتفعة لها ارتداد أي بلد مهما كانت ولأي سبب كان أي بلد شاركت في حرب ستأتيها في الداخل ارتدادات الحرب بغض النظر عن سبب المشاركة لكن هي طاقة بالنهاية هي طاقة عالية فشخص شارك الآن في صراع ولا في جدال ولا في حرب فهذه طاقة مرتفعة فلها ايش؟ لها ارتدادات ستعود من مصدر ما صدرت أي شخص تبرع بمبلغ لثورة أو قتال أو معركة سيرجع له منها ارتداد لأنه ساهم في هذه الطاقة هذا قانون كوني لا يتغير ولا يتبدل اللي يخبرك بعكس ذلك فقط هو يدعم بندول وهو غير مراقب لما يحصل لا في الحاضر ولا يعرف يقرأ التاريخ جيدا يمكنك طبعا أن تتعامل مع هذه الكارمة أو الارتداد وتخفف أثرها أو حتى تطفئها مثل أي شيء في الدنيا يمكن تغيير مساره يمكن تغيير مسار طاقة أي شيء طبعا هذا يحصل بالوعي والإدراك أو ما يسميه الدين بالتوبة والندم يعني لو شخص عمل شيء خطأ بحق آخرين فهو سيدفع الثمن 100% 100% سيدفع الثمن طيب لو تاب وندم وغير مسار أوكي خاص أوكي ممكن ممكن عمل شيء من هذا القبيل بس أيضا هذا يأتي بالوعي والإدراك أو ما يسميه الدين توبة والندم ثم بإعادة تسيير الطاقة والمسار أو ما يسميه الدين بالعمل الصالح البديل الذي به تعيد تسيير الطاقة أو تطفئ به الغضب شوف عد أنت كيف تقدر تفسرها دينيا أو علميا هي تتفسر بهذه الطريقة بحيث أنك أنت كأنك خلاص أو قفت بالوعي والإدراك ثم قمت بإعادة تسيير الطاقة ولأن دولنا وحكوماتنا وحكامنا لا يدركون هذا الكلام وأكثر منهم رجال الدين وبارونات السياسة وتجار الإعلام والبندولات المستفيدين لذلك عليك أنت أن تدرك ولا تتدخل في أي بندول مهما اجتهدوا في تبرير الفتن والصراعات لك تابع التفاصيل بإذن الله في المادة القادمة تحت مسمى هدية الستين ألف وحاليا انتبه من الصراعات وتخلص من كارما ما مضى لو كنت دعمت قتال أو حرب أو ثورة أو فتنة أو صراع أعد سير الطاقة تب منها أو تخلص منها وركز على الحب السلام التنوير البهجة التطوير المعرفة وعمل خدمة الآن للي أنت أنت كنت تضرهم في ذلك الوقت سواء كان بعلم أو بغير علم خلنا ناخد التمرين في هذا المعنى التمرين ببساطة سأوليكم مقياس ناقص خمسة ناقص أربعة ناقص ثلاثة ناقص ثنين ناقص واحد إذا تعلمت الطريقة في الوسط صفر بعدين زائد واحد زائد ثنين زائد ثلاثة زائد أربعة زائد خمسة فحتعمل من ناقص خمسة إلى زائد خمسة وبالنص صفر في ناقص خمسة تحت حط صراعات في زائد خمسة فوق ضع تنوير وفي صفر ضع متوقف قيس اهتماماتك اليومية يعني لو كنت أنت مركز على الصراعات والحروب والثورات إلى آخرة والأهم طبعا أنك أنت متفاعل معاها فقيم نفسك من صفر إلى ناقص خمسة طول ما أنت متفاعل معا أنت يقينا في هذا المسار فأنت قيم من صفر إلى خمسة كلما نزلت كلما كانت ترابط بهذه الذبذبات أكثر وخليك صادق تستطيع تغير قدرك بس لازم تعرف وين موقعك الآن لو كنت مركز على التنوير والمحبة والسلام والمعرفة والتكنولوجيا والعمل والمشاريع المؤدية لذلك المفيدة إلى آخرة فقيم نفسك من صفر إلى زائد خمسة كلما ارتفع كلما كنت رابط مع الذبذبات الصح أكثر هذا المقياس سيخبرك عن مسارك القادم أنت هنا والآن تعرف مسارك القادم وخذها قاعدة السلام الداخلي في ضبط الذبذبات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا